بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ان شاء الله في سلسلة الفيديوهات اللي جاية دي هنتكلم عن الانفيرتر هنتكلم عن كورس كامل خاص بالانفيرتر او بمعنى اصح السولر انفيرتر طبعا عشان ابدأ ادرس السولر انفيرتر بالتفصيل لازم نبدأ من الاول خالص ندرس باور الكترونيكس وندرس ايه هي الاليمنت اللي احنا ممكن نستخدمها في عمليات تصنيع الانفيرتر وبالتالي ان شاء الله هبدأ معاكم من بداية الكورس نتكلم عن العناصر الالكترونية الخاصة بالكترونيات القدرة طبعا الشغل بتاعي ان شاء الله هيكون من خلال كتاب مهم جدا الكتاب ده شباب احدى كتب المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني كتاب رائع جدا كتاب بتكلم عن الكترونيات القدرة في تخصص الالات والمعدات طبعا ده هو الاساس اللي احنا هنبدأ نتحرك منه وبعد كده هنبدأ نشتغل على التطبيقات الخاصة بالانفيرتر اللي انت بتشوفها في السوق بس لو انت عايز تبدأ تفهم انفيرتر صح او سولر انفيرتر صح لازم تذاكر معايا الكتاب ده ان شاء الله بالتفصيل ونبدأ نعرف او نفتكر المكونات الالكترونية اللي احنا هنبدأ نتعامل معها طبعا في ملفات تانية هنستعين بيها في دراسة الانفيرتر عشان نبدأ نشتغل نعرف يعني ايه انفيرتر وايه خصاصه بنقيسه ازاي تمام ونبدأ ندخل على البيزيكس الخاصة بالالكترونيكس بالتفصيل ونشوف ايه هي الداتا اللي ممكن نستخدمها في الوصول الى فهم الانفيرتر عشان نبدأ نشوف الانفيرتر ازاي بنحول في الدي سي باور اللي دخلها للانفيرتر نحولها للأي سي باور فلازم ناخد بداية السويتشنج إليمنت وده مضوع كبير جدا تمام هنبدأ ندرس في الانواع المختلفة الخاصة بعمليات السويتشنج طبعا عشان تبدأ تدرس الكلام ده لازم ترجع تدرس باور الكترونيكس تدرس المكونات المستخدمة في الانفيرتر اللي احنا بنستخدمها في السوق نبدأ نتعرف على المكونات الالكترونية شباب عشان نبقى فاهمين الانفيرتر ده بتكون من ايه من الداخل ونبدأ نشوف الخصائص بتاعته ونبقى فاهمين داخليا الانفيرتر بيتكون ازاي ويه الانواع المختلفة للانفيرتر فالبداية اللي انا هبدأ بيها ان انا هبدأ ادرس الكترونيات القدرة من كتاب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ده كتاب بسيط جدا انا واخد بعض السليدات اللي هبدأ اتكلم فيها النهاردة في المحاضرة الاولانية على البداية اللي تقدر تدخل بيها عالم الانفيرتر طبعا احنا لما جنا درسنا في الالكترونيكس درسنا ما نسميه الان كنترولد ريكتيفاير معناها بالعربي الموحدات الطبعا الريكتيفاير اللي هي الموحدات او الدايود تمام؟ الموحدات غير المحكومة أو الان كنترولد ريكتيفاير عايز الناس تركز جدا معاية في الجزئية دي المقدمة دي اهم حاجة في الكورس أنا هنا بستخدم Uncontrolled rectifier في إيه؟ تستخدم دوائر الموحدات غير المحكومة عشان أحول الجهد خلي بالك أنا هنا بتعامل مع voltage بتعامل مع جهود أبقاني نوع من أنواع الجهد هحول الجهد المتردد السابت القيمة اللي هو جهد متردد السابت القيمة زي ما احنا شايفين كده Fixed AC voltage هحول الفيكسد كل الكورس كل الناس اللي عايزة تفهم كل الناس اللي عايزة تفهم يعني إيه؟ انفيرتر والسولر انفيرتر وتدخل في عالم الانفيرتر لازم تبدأ تفهم المقدمة دي كويس جدا أنا هنا بحول الفيكسد AC voltage يعني عندي تيار متردد سابت تمام؟ أو جهد متردد سابت القيمة عايز أحوله تمام لجهد DC voltage جهد مستمر سابق القيمة يبقى لو أنا كنت بحول من جهد الجهد بس بحول AC voltage إلى DC voltage بحول تاني AC voltage إلى DC voltage يبقى هستخدم الان كونترول دريكتفاير الطب وإيه بالزبط كمان لازم يكون FIXED AC FIXED AC هحوله لFIXED DC تمام؟ يبقى الجهد المتردد ده أنا بحوله من AC إلى DC يلا كده جاوب باستخدام الـ DIOD باستخدام الـ DIOD اللي احنا هنسميه UNCONTROLLED UNCONTROLLED دريكتفاير طبعا احنا هنبدأ نشوف الدواير بتاعتنا وممكن هنبدأ نشتغل نقول والله أنا ممكن أحول الجهد المتردد سواء كان وحادي الوجه اللي هو SINGLE PHASE أو سلاسي الأوديو اللي هو S3 PHASE طبعا هنبدأ نشرح بالتفصيل SINGLE PHASE و S3 PHASE أنا لو سألتك دلوقتي أول مكون هنبدأ نشتغل عليه في الكورس بتاع الـ INVERTOR اللي هو احنا بنسميه UNCONTROLLED احفظ كواسة باش مهندس وركز معايا UNCONTROLLED ريكتفاير ناس كتيرة جدا عارفة الـ DIOD بس مش عارفة الـ DIOD بيحول من إيه الـ DIOD بيحول من FIXED AC تيار متردد سابت أو جهد متردد سابت القيمة عايز أحوله إلى جهد مستمر سابت القيمة يعني أنا هنا FIXED FIXED خلي بالك تاني أنا هنا FIXED FIXED يعني أنا بحول من سابت لسابت تمام هنا بحول التيارة المتردد الـ AC الـ AC إلى DC خلاص يبقى أنا عايز الناس تركز ناس كتيرة جدا درسة إلكترونيكس بس الناس عايز تركز في استخدامات المكون يبقى احنا في الـ Application بتاعنا دلوقتي لما هنجي نشتغل في الـ Inverter هنقول في بعض المكونات الداخلية للـ Inverter فيها Diode يبقى حضرتك فاهم كويس جدا أن الـ Diode بيحول الـ FIXED AC Voltage إلى FIXED DC Voltage FIXED FIXED AC Voltage إلى FIXED DC خلي بالك FIXED ومن AC لDC أنا بستخدم Diode بايد النوع التاني اللي هو احنا بنسميه Controlled يبقى خلي بالك الأولاني كان اسمه Uncontrolled Uncontrolled مش قادر أتحكي بشتغل على خصائص الـ Diode Anud وكاسود وبعمل On و Off تمام في الـ Forward Bias و Reverse Bias بدون ما أقدر أعمل Control فده بيسموه Uncontrolled Directifier أما أنا هنا بشتغل الجزء التاني اللي هي بنسميه بالعربي مهم جدا المؤحدات المحكومة تمام هنسميها Uncontrolled Directifier Uncontrolled غلط انت كده مش مركز حبيبي ده اسمه Control ده اللي فاتت كان اسمها Uncontrolled ديبقى احنا كنا Uncontrolled دلوقت احنا هنبدأ ندخل في الـ Control هنعمل Control ازاي على الـ Device هنجيب مكون انا اقدر اتحكم فيه طيب انت عايز تحول من A C زي اللي فاتت بالظبط مفيش مشاكل كانت Fixed AC Voltage بس هنا مش هحولها لـ Fixed DC لا ده انا هحول من Fixed AC Voltage لـ Variable DC Voltage Variable DC Voltage تاني الفرق بين Controlled والUncontrolled اللي خدناها سلايد اللي فاتت كان Fixed AC هحوله لـ Fixed DC اما هنا انا هحول Fixed AC الى Variable DC يعني انا اقدر اطلع DC مختلفة قيم مختلفة لـ DC يبقى هي عبارة عن دوائر محكومة دوائر الموحد المحكومة بتحول الجهد المتردد السابت اللي هو Fixed AC سابت القيمة Fixed AC الى جهد مستمر متغير القيمة جهد مستمر متغير القيمة تمام سواء كان زي ما قولنا برضو Single phase او 3 phase طب ايه العنصر الالكتروني اللي نقدر استخدمه في Control Directifier اللي هو Syristor يا شباب Syristor من احد تطبيقات Syristor اني انا استخدمه كControl Directifier تمام يبقى هو ده من احد الموحدات المحكومة يبقى ايه الفرق من الدايوت ده نفس الشكل اللي زاد هنا تمام الجزئية دي ان انا اقدر اعمل Control عليه Control Directifier انا اقدر استخدم دلوقتي الجيت بتاعتي عشان اقدر اعمل On و Off براحتي يبقى ثاني الان Control Directifier دايد الـ Control Directifier Syristor بيل لو انا عايز احول من Fixed AC ل Variable AC يعني انت شايف اللي فات دي كانت Fixed AC Variable DC خلي بالك اما لانا هنا عايز احول من AC لAC اللي فاته كنت انت بتحول من AC لDC من تغير متردد لتغير مستمر انا هنا عايز احول من AC الى ايضا AC نفسه نفس شكل الاشارة AC هي AC بس عايز احول من تيار متردد ثابت القيمة الى تيار متردد متغير القيمة يبقى انا هدخل على AC Voltage Controller اللي بسموها حكمات الجهد المتردد وصفته تمام الحصول على جهد متردد متغير القيمة Variable من جهد متردد ثابت القيمة يبقى لو سألتك عايز احصل على جهد متردد متغير القيمة قيم مختلفة من جهد متردد ثابت القيمة قيمة واحدة استخدم ايه تمام قالك والله في القدرات قدرات العالية ممكن استخدم السيريستور يبقى يستخدم السيريستور في دواير حاكمات الجهد المتردد اللي السيريستور في القدرات المنخفضة في القدرات الهاي باور بستخدم السيريستور طب وفي القدرات المنخفضة بستخدم الترياك يبقى الناس درس ترياك بسنا لو سألتك الترياك الترياك سيعمل الترياك 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 سيحول من تيار متردد من تيار متردد Shaun سابت القيمة إلى تيار متردد ايضا بس متغير مين القيمة فين في القدرات المنخفضة طب لو قدرات عالية ممكن استخدم السيريستور طيب الحالة الرابعة اللي احنا هنبدأ نستخدمها في الانفيرتر الدي سي تشوبر اللي احنا بنسميها مقطعات التيار المستمر دي سي تشوبر دي بتعمل ايه بتحول الفيكس الدي سي لانا عندي جهد ثابت زي البطارية مثلا عايز احوله الفاريابل دي سي يبقى انا هستخدم الدي سي يبقى تقوم بتحويل الجهد المستمر اللي هو الدي سي سابت القيمة سابت القيمة اللي هو فكس الدي سي الى جهده مستمر متغير القيمة يبقى ده اسمه ايه الدي سي تشوبر طبعا كنا بنستخدم السيريستور تمام في دوائر التقطيع بس دلوقت احنا بنستخدم الترانزيستور في عملية التشوبرز انا بستخدم الترانزيستور الترانزيستور بيستخدم في تطبيقات التقطيع او المقطعات او التشوبرينج تمام احد تطبيقات مقطعات التار المستمر اللي هي الدي سي تمام التحكم في محركات التار المستمر التي تتغزى من بطاريات او منبع جهد مستمر سابت يبقى من احد تطبيقات دي سي تشوبر ان انا عندي فيكس تي свولتج so تمام بركب fiber transistors اقدر احصل منها على variable DC voltage يبقى fix�� احاولها variable DC بستخدم الترانزيستور اما fixrid ac باحاولها variable ac بستخدم من الترياءات اوtailsيريستور المرحلة الخامسة اللي هي الانفيرترز الانفيرترز شباب الهدف منها وهو ده اللي احنا بنستخدمه فيه الانفيرتر الخاص بالسولر ان انا عندي فكس دي سي بولتج انا عندي جهد مستمر سابت تمام عايز اوصله الى فاريابل اي سي بولتج في الانفيرتر يبقى انا هقدر استخدم الانفيرتر ان انا احول من دي سي لـ اسيczenie خلي commenting لان احنا عندنا من اسي لدي سي كونفيرترز اما من دي سي لدي سي انفيرترز وحسب الحالة اللي انت عايز تستخدمها هل انت عندك فكس دي سي عايز تحولها الفاريابل اي سي يبقى انا هستخدم هنا هنا مين الانفيرتر الهدف الاساسي من العواكس تحويل التارة المستمر سابت القيمة الى تيار متردد متغير القيمة طبعا انا احصل ازاي على جهد متردد سواء كان احاد الوجه او سلاسل اوجه ان انا بستخدم الانفيرتر طبعا هنا في الانفيرتر اقدر استخدم السيريستور او الترانزيستور في دواير الانفيرتر او العواتز بس انا بفضل استخدام مين بفضل استخدام الترانزيستور لان التصميم بالترانزيستور بيبقى اسهل وزات مرونة اعلى طبعا الانفيرتر بتستخدم في نطاق واسع في التحكم في المحركات اللي هي محركات التيار المتردد وبنستخدمها في التسيير الكهرابي في الالكتريكال فيكل تمام وبستخدمها في مصادر اليو بي اس اليو بي اس دايما بستخدم فيها انفيرتر اللي هي الان انترابتابول باور سابلاي ان انترابتابول باور سابلاي يبقى انا دلوقتي وصلت ان انا عندي خمس عناصر مهمين جدا هبدأ اتكلم عليهم هبدأ اتكلم على الان كونترول بريكتفاير الموحدات غير المحكومة وبستخدم فيها الديود عشان احول من فكسد اي سي تيار سابت متردد او جهد متردد سابت الى جهد مستمر سابت يبقى من سابت لسابت هستخدم الديود بس احول من اي سي لدي سي طيب مش قادر اتحكم في الديود قلنا احنا هنجيب مكون اسمه كونترول دريكتفاير زي السايرستور احط فيه الطرف التالت ده عشان اقدر اعمل عملية التحكم ده هيعمل لي ايه هيحول لي من فكسد اي سي الى فاريابول دي سي بحنا كنا هناك بنحول لفكسد دي سي في الاول عني لا احنا عايزين دي سي مختلف تمام قيم مختلفة فاريابول يبقى هنا هنستخدم من السايرستور طيب لو انا عايز احول من اي سي لأي سي بس عايز احول الأصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص او جهد مستمر سابت القيمة عايزة حاوله الجهد مستمر متغير القيمة هستخدم الدي سي تشوبر واحنا بنستخدم فيها الترانزيستور بعد كده الانفيرتر بحول الفكس الدي سي فولتج تمام الى فاريابل اي سي فولتج وبالتالي حولت الدي سي الى اي سي واقدر هنا استخدم السيريستور او الترانزيستور وفيه افضلية لاستخدام الترانزيستور في التصميم هنبدأ نشوفها ان شاء الله بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية يبقى احنا النهاردة بدأنا اول محاضرة خاصة بكورس الانفيرتر ان شاء الله هتبقى المحاضرات اللي جاية خاصة بكورس الانفيرتر تفصيلية في الباور الكترونيكس عشان نقدر نفهم الانفيرتر داخليا مكون من ايه وزي ما بقول تاني السلايدز اللي انا اخدها دي واخدها من كتاب مهم جدا اسمه الكترونيات القدرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وان شاء الله اسيب الكتاب نفسه في الرابط عشان تبدأ تحمله احنا كل اللي بدأنا به خدنا مقدمة عن الكترونيات القدرة وبعد كده بدأنا نشوف ايه هي المكونات اهيه الان كنترولد ريكتفاير واخدنا الكنترولد ريكتفاير وبعد الكنترولد رحنا على الاسي فولتش كنترولر وبعدين خدنا الدي سي تشوبر واخدنا المكون الأخير اللي هو اساس الكورس بتاعنا اللي هو الانفيرتر اللي هحاول من وان شاء الله اشوفكم في المحاضرات اللي جاية عشان نكمل كورس الانفيرتر هنسمي ان شاء الله كورس الانفيرتر من البداية الى الاحتراف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته